النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كاعدته على فكرة دي عادة أصبحت فيه الرئيس قام بتكريم أبطال دورة الألعاب الباراليمبية في توكيو 2020 وأعطاهم ميداليات الأبطال اللي فازوا باسم مصر وأثنى عليهم بشكل جيد عايز أقول لحضراتكم أن من أهم الأشياء أن أنت تشعر بالتقدير تشعر بالتقدير على المجهود اللي أنت عملته تشعر بالتقدير على التنظيم على التدريب على تحدي اللي أنت وجهته علشان توصل إلى المكان ده وتقدر أنك أنت تنتزع ميدالية باسم بلدك وترجع بيها مرة أخرى في عندنا أبطال كتير جدا في مصر بيستحقوا أن احنا ندعمهم وبيستحقوا أن هما يتحولوا إلى مثل مثل للناس مثل لكل اللي فاكر أن الحياة بتنتهي في لحظة من اللحظات لا ما بتنتهيش أبدا أبدا يمكن أن أقدمت لحضراتكم فريق كرة القدم للمبطورين اللي هو حيمثل مصر في الدورة الأفريقية القادمة استعدادا لكأس العالم وجهزين وقال لك هنروح ونجيب الميدالية لمصر رغم أنه ما فيش ولا نادي سمح لهم أن هما يشكلوا فرق غير طبعا نادي واحد فقط ونادي بيرمتس نما هنستمر في تقديم هذه اللواحات المشرفة هنرملكم مور أحيانا على مناطق معينة هنقف نقول لهم احنا بنحترمكم جدا بنحترم الأداء اللي انتم عملتوه ونحترم وجودكم والمجهود اللي انتم قدمتوه لمصر موسيقى